من يتصفح حساب رونالدو على انستجرام ويرى يومياته في العزل المنزلي يتمنى أن يعيش مئة عام في عزلة كهذه هكذا تكون الحياة جديرة بعيشا وإلا فلا فهو ملتزم بتعليمات منظمة الصحة العالمية وتجدها ملسقة بالخط العريض على صفحته ويوصي متابعيه باتباعها الله على أخلاقك يا فخر البرتغال وكي لا يزاود أحد عليه يبدأ من نفسه يبدأ أيضا من أطفاله هاهم تجدهم هنا جالسين معه ودائما يدعوهم للاتزام بهذه التعليمات وها هو يضع على أيديهم المعاقمات شاهدوا يبدأ من اليسار هذه بعض المعاقمات ثم الأوسط يتجه نحو اليمين ويضع المعاقم ويأمرهم جميعا بأن يغسلوا أديهم وهم يلتزمون بسعادة أيضا هو مثلكم تماما لم يعد يستطيع الذهاب إلى الحلاق ولا أن يدعوه لبيته فاستعان بصاحبته جورجينا وقال لها احلقي لرأسي لكن أرجوك حافظي على الجدولة وفعلت لكن هناك حدثا مهما حصل في العائلة هو أن أليشيا ابنة أخيه هيوغو صار عمرها 21 عاما أصبحت صبية يمكنها العيش لوحدها أصبحت يمكنها أن تشتري الكحول بمفردها هل يستطيع رونالدو أن لا يذهب إلى بيت العائلة للاحتفال كيف سيخلص من لسان زوجة أخيه تقول له أخوك لم يأتي وهذه سلفة هي التي لعبت في عقله ربما يشكوه لأمه فتغضب عليه فحضر عيد الميلاد هو لم ينشر الفيديو هذا لكن أخته ألمة هي التي نشرته ومحبو رونالدو كثيرون فترصدوا هذا الفيديو أنا سألتكم هل لاحظتم في الفيديو التزاما بالتباعد الاجتماعي وهكذا كانت إجاباتكم أحمد العقائلة يقول أكيد لم يلتزم لأنه شايف قرابة 15 شخص في مساحة لا تتجاوز 5 متر مربع أظن أنها أكبر من 5 متر أكبر من 5 متر محمد علي يقول ربما تم تعقيم الصالة وفحص العائلة قبل البدء في الاحتفال وإلا قد يكون قد ارتكبت جورمان لا يغتفر من دون أدنى شك أما هذه فتأتي من مير مير تقول نفاق صراحة ينصح بالجلوس بالمنزل بعدين يخلق تجمع ويروح يحتفل بعيد ميلاد بنت أخته هذا ممكن يخلي ناس يكررون تصرفه أو حتى يشوفونه صحيح ما حبيت ما حبيت هذا من رونالدو لم تحب حسن الزبيدي يقول يبقى أهوى من محمد رمضان وغيره الذين يعتقدون بأن كورونا ممكن يرونه بعينهم ويبتعدون عنه أما هذه التغريدة من حساب يسمي نفسه يوما ما حساب يوما ما غرد يقول لك التزم بالتباعد عن الحضر لكن عموما شكل التجمع صغير وعائلي وبالآخر كلنا بشر مو معقول راح ننحبس وما نشوف حدا أبدا كي لا يحزن محب رونالدو أعرف أنكم تحزنون دعونا نتحدث عن ميسي يعني ميسي هو الحباب الملتزم مثلا أه؟ لا طبعا فآخر مرة شهد فيها وهو يهدر الموارد الاستهلاكية في تحدي مع اللاعبين للبقاء في المنزل الموارد الاستهلاكية التي يقف الأوروبيون في الطابور ساعات لشرائها تخيلوا أنه كان يلعب ببكرة ورق لتواليت كرة قدم 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 اشتركوا في القناة